خليني أقولك ما يدور في داخل الطلاب يعني باعتبار أن الطالب في الأول وفي الآخر من حق أنه يتكلم هناك اتهامات وجه الطلاب بسلء اللائحة الطلابية في 24 ساعة لإجراء الانتخابات يوم 16 نوفمبر وهم عاملين طعن على إيقاف الانتخابات يوم 15 نوفمبر وهناك اتهام آخر أن هناك جهات أمنية طلبت أسماء المرشحون للانتخابات الطلابية صلح لي إيه المعلومة الغلط ووضح لي إيه الموقف من اللائحة التي عملت في 24 ساعة ده اللائحة ما تعملتش في 24 ساعة اللائحة معمولة من فترة طويلة وقبل أن تشكل الوزارة الحالية وأقرت لائحة 2014 دي مش لائحة 2015 فاللائحة مش جديدة إحنا جينا قلنا بقالنا سنتين أو أكثر مفيش انتخابات طلابية ومفيش اتحادات طلابية ونحن نعلم وندرك أن ممارسة الطلاب للأنشطة في الجامعة أمر أساسي ومهم وما أصبحش بعد الأمور ما الحمد لله استقرد في الجامعات ما أصبحش من المقبول أن يظل التحدات الطلابية مش موجودة فكان عندنا رغبة أن احنا نجري الانتخابات ونعيد نجري الانتخابات ونعيد التحدات الطلابية للممارسة الأنشطة اللائحة اللي كانت آخر لائحة عتمدت هي لائحة 2014 فإحنا قلنا هنجري الانتخابات على لائحة 2014 بس اللائحة دي ستك عارف أن كان فيه انتقاد ليه قالوا ناها مستنزخة من لائحة 79 لأي كانت معروفة بلائحة أمن الدولة والله أنا الحقيقة لم أكن أنا اللي أعدتها لكن أنا كان أمامي خياري راضي عنها مش هقول راضي بنسبة 100% لكن ممكن تكون أفضل بالتأكيد بس الخيار الآخر كان أن احنا نعود ونصلحها ونضيع السنة دي يعني إذا ابتدينا نقول هنعدل بعض البنود ونحصل على توافق عليها معناها أن السنة دي مفيش انتخابات تعلم حياتك أن الوزارة شكلت في 19 سبتمبر يعني الدراسة بدأت فبالتالي ما نقدرش نعود فترة لإعداد لائحة جديدة وإلا يبقى مرة على الطلبة هذا العام بدون التحق أفهم من كده أنه ممكن هذه اللائحة تعدل في الأعوام القادمة وارد جدا جدا إحنا بنعمل النهاردة اتحادات وأنا قلت لأبناء الطلاب قلت لهم حتى لو كان لنا بعض الملاحظات على اللائحة لو مكناش راضيين عنها بالنسبة كاملة خلينا نجربها السنة دي ونعدلها للسنوات القادمة